بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين هنحل بإذن الله اختبارات من الكتب الخارجية نمازج مشتملة على بنك المعرفة وكمان أسئلة الوزارة وبعدين بعد ما نخلصهم إن شاء الله هنحل آخر تلات نمازج كانوا موجودين على بنك المعرفة وفي نفس الوقت هنحل أسئلة الجمهورية وكل ده بإذن الله هنخلصه يلا عشان ما نضيعش وقت بسم الله بدايتنا لقبة محمد طلعت حرب باشا بي طبعا هم لقبوه بي أبي الاقتصاد المصري سموه كده ده لقب بتاعه ده موجود في الجزء الأخير طيب أكدت المادة تمانين من الدستور على نقط الأطفال طبعا على حقوق الأطفال تعد محافظتك جزءا من البيئة ده على حسب محافظتك بقى شوف انت بقى لو انت بيئة صحراوية ولا بيئة زراعية ولا مثلا بيئة ايه على حسب ايه ولا ساحلية شوف بقى انت حسب محافظتك وشوف وطبعا البيئة الساحلية اللي هي اللي هي ممكن تقوم محافظات الحدود والزراعية اللي هما في النص الصحراوية بقى ممكن تقوم أسوار وضمياته الحاجات اللي فيها صحراء طيب سميات الصحراء السوداء بهذا الاسم لأن سطحها يغطيه بقايا حمم بركانية الحمم البركانية الموجودة هي اللي خلت الصحراء تتسمى بهذا الاسم صح وغلط اول حاجة بيقول لي الصورتان الجوية والفضائية مختلفتان اجابة صحيحة فعلا هما مختلفتان يعني ناخد كلمة صواب يختلف مناخ مصر عن ملاوي ايوة طبعا دي دي حاجة ودي حاجة تاني دي في اخر قارة افريقيا ودي شمال قارة افريقيا يبقى اختلفوا جميع الموارد الطبيعية متجددة خطأ طبعا لان في موارد مش متجددة يزيد الادخار كلما زاد معدل الاستهلاك غلط يقل وليس يزيد كلما تستهلك من حاجة كلما الحاجة ايه يعد المحيط الهادي جزءا من الماء ولا التلال ولا الجبال ولا الهضاب اسمه محيط هادي يبقى اكيد هيبقى مية طب النصر الزهبي في عالم مصر يدل على ايه دماء الشهداء ولا ظلم الاستعمار ولا التضحية ولا القوة طبعا القوة نصر مصر كله على القوة توجد السهول الفيضية في البيئة السهول الفيضية في البيئة الساحلية ولا الزراعية ولا الصحراوية ولا الصناعية طبعا البيئة الزراعية هي اللي فيها السهول الفيضية تسعى الدولة المصرية لحماية البيئة فاطلقت مبادرة نور الحياة ولا حياة كريمة ولا تحضر للاخضر ولا قادرون باختلاف طبعا اللي هي ايه اللي هي اتحضر ليه الاخضر بعد كده امامك خريطة صماء اكتب فيها اللي عليك اللي انت عايزه يعني من المطلوب اول حاجة رقم واحد اللي هو هنا جبل طبعا جبل ايه اللي هو وسط خليج السويس وخليج عجن وخليج عدن هو جبل سانتي كاترين اللي هو يعني قريب من البحر الاحمر البيئة البيئة طبعا رقم اتنين خلي بالكم لو جبها لي هنا كنت قلت البيئة الزراعية لكن بما انه جبها خالص بعيد هناك عند محافظة عند المحافظة الوادي الجديد يبقى دي هنقول له دي بيئة بقى ايه بيئة صحراوية مكان يستخرج منه معدن رقم تلاتة هنا هو عايز اسم المعدن اللي بستخرجه من المكان ده طبعا اكيد معدن الزهب اللي انا بستخرجه من الصحراء الشرقية احد عناصر الخريطة رقم اربعة هنا يبقى ده من قياس الرسم اللي هو جايب لي فيه الايه الارقام وبيعرفني كم وكام على الخريطة يسوي كام السؤال الاول وضح كيف يمكنك ترشيد استهلاك المياه اقول له مثلا ترشيد استهلاك المياه بتصليح الصنبور او تصليح الحنفيات الناقطة اللي هي اه بتنقط يعني تصليح اه نقول له تصليح تنقيط المياه افضل تنقيط اللي هي الاماكن اللي فيها تنقيط سواء من حنفية بقى سواء من اي مكان تاني منكم نقول له برضو غلق الصنبور اثناء غسل الاسنان هو عايز منك اي اجابة اي كلام تكتبه يبقى في الموضوع يعني تمام طيب رقم اثنين بقى رقم اثنين بيقول لي ما النتائج المترتبة على حفر قناة السويس الجديدة يكتفها باثنين نقول له اول حاجة تقليص الوقت ان الوقت من 20 ساعة 11 ساعة ونقول له كمان توفير الجهد وتقليص الوقت طيب فسر سبب تنوع سطح مصر سبب تنوع سطح مصر هنقول له لانه يتنوع بين المناطق المرتفعة والمنخفضة والساحلية ده سبب تنوع سطح مصر عاوز تضيف هنا ممكن نضيف ايه مرور السفن في الاتجاهين عشان لو حسبنا ان دي واحد نقول له مرور السفن في الاتجاهين صنف في الاماكن الاتية حسب نوع الخدمة طبعا هيئة المصل واللقاح دي هنقول عليها خدمات صحية اما قسم الشرطة دي خدمات امنية اما المتحف المصري ده يبقى دي خدمات ترفيهية وسقافية النموذج التاني نحدد الاتجاه الصحية على الخريطة باستخدام وردة البصلة هي اللي احنا بنستخدم عليها تحديد الاتجاه طيب التعبير عن وجهات النظر الشخصية التي قد تكون صحيحة او خطأ يسمى رأي اما الحقيقة طبعا اللي تديني معلومة انشأت الدولة مدينة لصناعة الجلود فين بالزبط طبعا المدينة اسمها الروبيكي في مدينة بدر الروبيكي في مدينة بدر اللي فيها جامعة بدر الخاصة طيب تنتشر مناجم الحديد في الصحراء في الصحراء الايه مناجم الحديد طبعا في الصحراء الغربية في الصحراء الغربية صح وغلط ظهرت مهنة مشغل المحولات الهاتفية مع ظهور الهواتف الزكية الكلام ده صح ولا خطأ لا ده حاجة وده حاجة تاني يبقى الكلام ده خطأ اقر طاها حسين حق التعليم المجاني لكل المصريين ايوة بالفعل طاها حسين كان من المقررين بالموضوع ده يلون منخفض القطارة على الخريطة باللون البني الفاتح طبعا اجابة خاطئة لان المنخفضات تلون باللون الاخدر اما اللي بيتلون باللون البني هو المرتفعات تساهم العاصمة الادارية في تخفيف الضغط على محافظة القاهرة ده صحيح ولكن لم يحدث بعد كيف يمكنك تقييم المعلومات التي تجدها في كتاب ما هتقيم المعلومات اللي بتشوفها في كتاب ازاي طبعا عن طريق نقول له اسم المؤلف ان انا اعرف من المؤلف ده وهل هو انسان كويس ولا مش كويس ده اولا بعدين اقول له بقى ايه تخصصه التخصص اللي بيكتب فيه مكانته العلمية كل ده ينفع طبعا ان ده من الحاجات اللي انا التأكد بقى من ايه مشاركة وقت حدوث الحدث اا او ان انا اتأكد بقى من هو عمل ده بيروج لسلع حدد اثنين من الانشطة الاقتصادية التي تتأثر بهما حالة الطقس طبعا ممكن نقول له اا اولا النقل وسائل النقل طبعا بتأثر على الطقس وممكن نقول له كمان اا الزراعة اا من ضمن الانشطة دي بعدين ظهور فسر ظهور سحابة اا سوداء ظهور السحابة السوداء ده نتيجة لحرق قش الارز هو اللي بينتج عنه اا سحابة السوداء وضح كيف تهتم الدولة بالحرف التراثية نقول له ان هي ايه بتعمل تسويق للمنتجات وطبعا دي كانت القطعة في العربي لو انتو فاكرين وجاوبناها وكمان ممكن نقول له اا انشاء مدن صناعية ده ينفع برضو انشاء مدن اا صناعية هي اللي بت ايه بتعمل اا بتهتم بقى بالحاجات دي انشاء مدن صناعية ليهم وممكن نقول له كمان اا اعداد برامج تدريبية للصناع تمام? اا الاختبار التالت تدخل الرمال البيضاء في صناعة الزجاج ونقط ممكن نقول له اا الخلايا الشمسية اللي هي بتساعد اللي بيستخدموها في الطاقة برضو بتتعمل من الرمال البيضاء اا بعدين يلون اا جبل كلمنجارو على التضاريس على خريطة التضاريس باللون اكيد باللون البني لان اي مرتفعات انا بلونها بالبني من اللي انشأ بنك مصر طبعا اللي انشأ بنك مصر هو اا طلعت حرب اا بعدين يريدوا احد السياحة التمتع بالشعاب المرجانية يبقى هيزور ايه بقى الشعاب المرجانية موجودة في البحر الاحمر موجودة في البحر الاحمر طيب هنعمل صح وغلط امام العبارات الصحيحة وخطأ امام العبارات الخاطئة يجب ان احافظ على نظافة البيئة التي اعيش فيها نقوله دا كلم صحيح طيب تعض لوحة نرمر احد المصادر السانوية التي يمكن الاعتماد عليها لا طبعا خطأ لانها مصادر اولية اوروبا هي مساحة واسعة من اليابس تضم عددا من الدول بداخلها اوروبا مساحة ايوة طبعا اجابة صحيحة بعدين طاها حسين هو احد الشخصيات الشهيرة التي تكلمت عن اهمية موقع مصر الجغرافي نقول له لا دا جمال حمدان مش طاها حسين الاختيارات البنك المسؤول عن اصدار النقوط في مصر هو البنك المركز المصري ولا بنك مصر ولا بنك القاهرة ولا البنك التجاري الدولي طبعا البنك المركزي المصري هو المسؤول عن اصدار النقود في مصر احد المنتجات التي نحصل عليها من مدينة اروبيكي طبعا احنا لسه ايلنها اللي هي ايه الجلود يبقى الجلود دي حزاء جلدي ولا قلة فخار ولا سجادة يدوية طبعا اكيد هتبقى هي الاحذية او المنتجات الايه الجلدية من مصادر الطاقة التي لا تنفد بكسرة استخدامنا لها اكيد الطاقة الشمسية لانها متجددة دائما وايه ما بتنتهيش بعدين يمكنك معرفة اتجاه الرياح في محافظتك باستخدام باستخدام الترمومتر طبعا دوارة الرياح لان ايه لان هو بيقولي استخدام الاتجاه الرياح باستخدام دوارة الرياح الخريطة اول حاجة بيقولي بقى احد عناصر الخريطة رقم واحد لو بسيط على رقم واحد ايه اللي انتو شايفينه رقم واحد ده دي بتاعة الاتجاهات بنسميها وردة البصلة بنسميها وردة البصلة نيجي بقى الاتنين ازاه الخطة يخليه بلون تاني وليكن الازرق مدن معدن ينتشر في الصحراء الغربية المعدن اللي ينتشر في الصحراء الغربية طبعا احنا لسه اقلين احنا بنستخرج الزهب من الصحراء الغربية يبقى هو معدن الزهب مجرى من الماء العزب ممكن نقول له مثلا نهر النيل مع انتهينا هو هنا الصحراء الغربية اتنين ودي تلاتة مجرى الماء العزب ده مش لازم بقى يقول له نهره هو وانا كمل كلمة النيل لا هو مية عزبة فبيقول له على طول هو ايه النين طيب البيئة اربعة هنا البيئة اللي هي جنب البحر الاحمر بنسميها بيئة ايه بيئة اكيد ساحلية طالما هي على شواطئ البحر الاحمر يبقى هي بيئة ساحلية تمام صنف الخدمات ده بيبقى سؤال سهل جدا خدمات امنية اكيد هكتب فيها قسم الشرطة هو اللي امني اه بعدين خدمة تعليمية اكيد هكتب جامعة القاهرة وسقيت الساوي ده مكان ترفيه او خدمة ثقافية حدد مظهريني من مظاهر الاحتفال اه بي المحافظتك بالعيد القومي ده بقى حسب ايه حسب محافظتك اه وحسب ما انت اه عاوز تقول مسلا ايه الحاجة اللي انت بتشاركها في محافظتك ممكن نقول مسلا اه زي تزيين الشوارع مسلا نكتب اهو يعني كده كده نشبه نفسنا بالقاهرة مسلا فنقول تزيين الشوارع وممكن نقول كمان رفع علم مصر او يطلب بينك اتنين تمام نقوله رفع علم مصر طيب وضح وجود النسر في وسط علم مصر وجود النسر طبعا نقوله دليل على القوة والحضارة دليل على القوة وآآ حضارة مصر عشان حضارتها وعرقتها يعني بعدين نوضح اهمية الخريطة للسائحين طبعا للوصول للاماكن الاسرية للوصول الى الاماكن الاسرية الوصول الى الاماكن الاسرية تمام الاختبار الرابع تقع مصر في الركن الشمالي لقارة. طبعا مصر في الركن الشمالي من قارة افريقيا. هنكتب افريقيا على طول. اه بعدين اه يرتبط العيد القومي لمحافظتي بذكرى. شوف انت محافظتك ايه بقى? مسلا بذكرى التحرير بذكرى النيل بذكرى يعني حسب ايه? حسب محافظتك. طيب يقوم خبراء الارصاد الجوية بقياس الرياح باستخدام طبعا سرعة الرياح خلي بالك عشان فيه اتجاه الرياح بدورة الرياح. لكن سرعة الرياح بالانيمومتر. اه بعدين احد النمازج المشرفة لزول الاحتياجات الخاصة هو الدكتور طاها حسين على اساس ان هو طبعا كان كفيف. فعشان كده اه هو الوحيد اللي احنا درسناه. طيب تعتبر بردية ادريس. اه سوري تعتبر تعتبر بردية ايبريس في الطب مصدرا اوليا هنقول له الكلام ده صح لان هي حاجة قديمة يبقى مصدر اولي. على مصر نصر لونه احمر. انتم شفتون نصر لونه احمر يبقى الكلام ده غلط. الاستخدام السيء للطاقة المتجددة يعرضها للتلوس. طبعا اجابة صحيحة. تقلل نسبة تلوس الهواء في القاهرة. بتقول لي بتقل يعني. تلوس الهواء في القاهرة. طبعا هي بتزيد مش بتقل يبقى الكلام ده ايه? خطأ ايضا. تقوم الزراعة على المياه الجوفية في واد النيل. الصحراء الغربية مخفض الفيوم دلتا النيل. طبعا الصحراء الغربية. لان هي اللي فيها المياه الايه? الجوفية. ادى التقدم الاعلامي بداية القرن العشرين الى اختفاء وظيفة ايه يا طرع? المنادي ناقل الاخبار? ولا بائع الصحف والمجلات? ولا محرر? ولا مسئول طباعة? لا طبعا المنادي ناقل الاخبار اللي كان بيعاد يقول الحاضر يعلم الغايب والكلام ده. احد الحرف التراثية المنتشرة في منطقة الازهر بالقاهرة هي الزجاج? ولا السجاد اليدوي? ولا الخيامية? ولا الفخار? طبعا الخيامية. تعتبر سيارة الاسعاف من الخدمات الصحية. امام خريطة لمصر اكتب مدلول الخريطة. محافظة كزا رقم واحد. فين رقم واحد? ايوة هنا يبقى دي محافظة ايه دي? يبقى دي دي موجودة في السحراء الغربية صح كده? يبقى دي نقدر نقول له الوادي الجديد. الوادي الجديد. طيب بعدين بيئة رقم اتنين فين? اه البيئة اللي هنا دي. تمام? طبعا دي على طول بيئة آآ زراعية لانها قريبة من نهر النيل. رقم تلاتة جبل. والجبل ده جنب البحر الاحمر. هنقول له جبل الشايب. آآ السد اكيد رقم اربعة. هيبقى السد الايه اللي عندنا? ما عندناش غير سد واحد. وهو آآ السد العالي. حدد اثنين من اهم اعمال آآ آآ محمد طلعت باشا. آآ طبعا اللي هو آآ طلعت حرب فهنقول بنك مصر. اسس بنك مصر. وبعدين الف الكسير من الكتب. الف الكسير من الكتب التي نقشت قضايا مصر مع العالم. تمام? طيب بعدين ما هو واجبك تجاه اسرتك? طبعا دخدناه في المهارات المهنية. اقدم المساعدة. اقدم لهم المساعدة. في اعمال المنزل في اي حاجة بقى. طيب ما اوجه التشابه بين البنوك المصرية والبريد المصري. اوجه التشابه بين البنوك المصرية والبريد المصري. نقول له الخدمات المالية. كل منهم اما يقدم الخدمات المالية. كل منهم بيقدم خدمات ايه? مالية. طيب. هالدليلا على صحة هذه الحبارة. كان جمال حمدان علما جغرافيا محبا لوطنه. آآ هنقول له بقى ايه? لانه اظهر ذلك. اظهر ذلك في كتبه. اظهر الكلام ده ايه في كتبه? وخصوصا كتاب شخصية مصر. الكتاب ده هو اللي وضح فيه اوي انه هو بيحب بلده. آآ وكمان عالم جغرافي محب لوطنه. الاختبار الخامس. النشيد الوطني الرائع لبلادنا مصر هو من الحان خلي بالكم الحان غير تأليف. طبعا الحان سيد درويش. وبالنسبة تعد محافظتك من محافظة ايه دي? دي بقى حسب انت واجه بحلي واجه قبلي او ساحلي على حسب محافظتك. يتسبب حرق قش القرز. طبعا في تلوس الهواء. لان حاجة يكون سحب سوداء زي ما احنا قلنا. دراسة حالة الجو. العام الماضي هي دراسة لحالة طبعا المناخ. هيا دي اللي احنا بنعملها بالفترة يعني فترة طويلة. طيب. آآ صوب ما تحتوي خاص. اقر طاعة حسين التعليم المدفوع. اكيد عكس المدفوع الايه? المجاني. وحلناها برضو. الراية الراية التي تعبر عن محافظتي تسمى علما. لا طالما هي محافظة يبقى ده شعار. يبقى ده ايه? شعار. طيب تربط قناة سيزو ستريس حاليا بين البحرين الاحمر والمتوسط. طبعا مش سيزو ستريس قناة السويس. قناة السويس. مؤلف كتاب شخصية مصر هو طلعت حرب. لا لسه ايلين انه هو مين? انه هو جمال حمدان. نرمز للشهداء في علم مصر باللون? باللون الاحمر. لان احنا بنقول ده لون الدم ونرمز لهم باللون الاحمر. شواطئ مرسى علم. اجمل الشواطئ. تعبر عن رأي على طول لان طالما في اجمل كلمة اجمل دي بقى ده يعتبر ايه? رأي. البيئة الاكبر مساحة في مصر. هي البيئة الايه? طبعا البيئة الصحراوية. مصر طلت تربعها ايه? صحراء. تتعدد الجهود الدولية لحماية الاطفال ومنها مبادرة مئة مليون قانون الطفل. اتفاقية حقوق الطفل. طيب يشير رقم كزا لاستخراج الزهب. فين بقى استخراج الزهب من اين? لما نيجي نبص لاستخراج الزهب هنلاقيه من هنا كده من عند الجبال من عند البحر الاحمر يبقى ازا هتبقى رقم اربعة. يشير رقم كزا لقرية جراح بمحافظة الدقاهلية. هي محافظة الدقاهلية. هتبقى كلها في رقم ايه? في رقم اه فين رقم تلاتة? اهو خالص في الحتة دي. الدقاهلية في الجزء ده. يبقى اهو اكيد هي دي يقصد بها ايه? يقصد بها القرية اللي بيقول عليها. طيب يشير رقم كزا للبحر الاحمر. فين البحر الاحمر? رقم واحد اهو اهو اهو. يبقى ازا هنكتب رقم واحد. يشير رقم كزا الاكبر بحارات صناعية في العالم اللي هي بحيرة ناصر. يبقى برضو يبقى تبقى رقم كم? رقم اتنين هي اكبر بحيرات الصناعية في العالم. لماذا تعد الخريطة مهمة للطيارين? هنقول ايه? هنقول له لانها تساعد في تحديد المواقع. يبقى هي مهمة ليه? لانها تساعد في تحديد المواقع. طيب ماشي. بما تفسر اهمية البنك المركزي المصري نقول له اصدار النقود هو اللي بيصدر النقود والاشراف عليها اه هو اللي بيشرف طبعا علي النقود. بعدين اه بيقول لي بقى ما العلاقة بين التكنولوجيا وتطور الوظائف في المستقبل? هنقول له ان التكنولوجيا قدت الى اه انشاء مدن جديدة. انشاء مدن جديدة. مثل المدن الزكاء الاصطناعي. الزكاء الاصطناعي. تمام? طيب اخر سؤال عندنا بيقول لي ما الفرق بين الجزيرة والبحيرة. طبعا اه الجزيرة تحيط بها المياه من جميع الجهات. اما البحيرة مساحة من المياه بها ماء. يعني هنا دي تحيط بها المياه من جميع الجهات. اما دي مساحة بها ايه ماء. هنلاقي بقى بقى الحاجات الرابط اللي هي اخر تلت فيديوهات اخر تلت نمازج لبنك المعرفة. هنلاقيهم في اسفل الفيديو. يا الله السلام.